أنا أقولك على حاجة أنا زمان كنت أمشي كده ألاقي بالنوزة صغيرة دي أنغام دي شيرين عبدالوهاب كان معايا دفعتي عمري دياب يعني كان الجيل بتاعي النوع دي إحنا عندنا حاجة اسمها على سلم المعهد يعني حتى عاملين إحنا موقع اسمه على سلم المعهد وبنعمل في رمضان صحور اسمه على سلم المعهد بيجيب الصحور ونتجمع كلنا على سلم المعهد خرجين نجوم مش نجوم عمال أسدزة نتقابل كلنا آخر صحور حضره 651 على سلم المعهد فدي ذكراتنا كانت تقعد أنت عمر دياب على سلم المعهد بقى إيه؟ كنا لسه بقى بنبدأ ونقعد بقى أحلامنا بس أقولي الجملة إلهالي قل زمان مرة بقوله إيه ما تيجي عمر نروح مش وعر كده يعني نروح نقعد في حتة كده فقال لي لأ قلت لي قال لي لازم الناس تتعب عشان تشوفني قلت له ياه يا عمر أنت من زمان كده قلت له قلت لي حد أعرفك دي جملة إين جدا؟ وإحنا طالبة قلت له لسه مطلعش مش قلب مزاربة بطلعش نيت وإحنا نعلم مين والذي الناس لا تعب قال لي انت عارف انا لو قعدت على اهوة وطلقها قال لي الناس بجنيه يخش وده اقول لك انا قعدت مع عمر دي انا شوفتك خلاص مش هيروح لك في حتة مش هيدور عليك مش هيتعلك تذكرة لازم الناس تبزل المجهود عشان تشوف النجم اللي اعايزك ياه يا عمر قال لي هبقى نجم ولذلك انا احترم جدا وقد كان هو اشتغل على نفسه لانه هو زاكي جدا ايه بس في ناس كتيرة برضه قعدت على اهوة بايت نجوم على فكرة يعني يعني مع كامل الاحترام لعمر دي مش قاعدة بس هو كان شايف نفسه كده في المكان ده عايز اقولك بقى لما بنعمل السحور بتاع السلم المعهد مرة لقيت محمود عب مغني سرح كده مني لقيته عمالي سمع هاي الأدوار اللي كان بيعملها دخل للقاعات وبدأ يمثل بقى هملة وقديب وفتاعة ياه محمود وعمالي كلم الحيطة مرة لقيت صفاء الطوخي بتعيط ياه صفاء قالتلي انا زكرياتي انا انا زكرياتي في الحد دي انا كنت في عدلاء ومش عارف ايه فدي زكرياتنا انتو كمان درستكم ممتعة يعني يا درست الفنون عمتها ممتعة سوزمونة احنا حلمنا قعدنا على السلم ده وحلمنا انا شاهد على طلبة شاهد على طلبة كانوا جايين يعني من الارياف او من المحافظات وهم بيقولوا ها تفتكر احنا في يوم من الايام ممكن نطلع كده ولو مش هد بقوا منجوم بقوا منجوم